السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ انه انجته ايه سألي بسي انا عمتيه شخص تقدم لخطباتي يعني واجاب لي شبطة وكده والكلام ده كله تمام وبعد فترة كلمنا اخواته وسألنا عليه عرفنا انه هو مزواج يا شيخ بيتجاوز بالعشرين واحدة وكل شوية يطلق عشرين وداخل على غش وداخل على اخداع وعرفنا كلام كتير عنه طيب البني ادم دوت دلوقتي هو من حقه الحاجات اللي هو جابها الزياس لان احنا قعدنا في قعدة تجالة وتعذيرا لي قالوا له ان انت مش هتاخد اي حاجة لان انت كنت هتضمر حاجة بنتين لانك كنت هتجعوزها شهر وترميها زي باقي لا في سؤال بس انا اسأل سؤالا هل لما سألتوه كذب عليكم ايوة كذب علينا يا شيخ واهلهم اللي اكدوا الكلام لا عفوا 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 انت سألته قلت له ماذا احنا سألنا قلنا له علم الكلام من اللي احنا سمعناه والاهل تأكدوه ده صحيح لان احنا ما نفعش برضو ان احنا نظلمك وناخد الكلام ده منهم ونصدقه على طول ايوة طبعا كذب وكان كمان مفاهمنا ان انا كنت هكون زوجة تانية كذب وقال ايه يعني كذب قال ايه قال لا ما حصلش والكلام ده كذب وافتراء علي ايوة على موم انتم رفضتموه ربوا اليه اشياءه انت بترفضيء حتى بعد اللي حصل ده من حصل يعني انت تريدي تكون حرمية ايه انت تريدي تكون حرمية تاكل اووال الناس بالباطل لا طبعا هو ما عملش حاجة اللي الان غلط معاك الا تدعى انه كذب ويقول لا انا ما كذبت فمش هنحقق ونقول مش عفوا مش هنبادل وناخد فلوسه ونقول مش مع السلام وكنت هتضحك علينا لا يا اختي لا تريدونه رب اليه حاجاتك